حدثنا وكيع حدثنا قرة ابن خالد عن حميدي بن هلال العدوي عن خالدي بن عمير رجل منهم قال سمعت عطبة ابن غزوان يقول لقد رأيتني سبعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الخبة حتى قرحت أشداقنا حنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد يعني ابن هلال عن خالدي بن عمير قال خطب عطبة بن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرمين وولت حذاء ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأ أنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما ولا يأتي أن عليه يوم كضيض الزحام ولقد رأيتني سبع سبعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا وإني أتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فأتزر بنصفها وأتزرت بنصفها فما أصبح منا أحد اليوم إلا أصبح أميرة مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قطوء إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا وستبلون أو ستخبرون الأمراء بعدنا